منتجات وصناعات عمانية لأكثر من خمسين مؤسسة ومشروعا فرديا وأسر منتجة في معرض سوق الساحل الشرقي مميز حقيقة في هذا المعرض تحديدا أنه شفنا كثير من المنتجات اللي كنا نتصفحها في إطار صفحات الإنترنت موجودة ومعروضة وصار لها تواجد في هذا المعرض لاحظت أيضا أن الأخوة والأخوات بدوا حقيقة يطوروا في كثير من المنتجات عملية الإخراج وعملية ما يعرف به الهوية التسويقية أيضا واضحة جدا في كثير من المنتجات التي موجودة في كل زاوية بالمعرض قصة كفاح ونجاح يخبرنا فيها حمدان الريامي كيف صنع من الطين منتجا فخاريا عصرية هذا المشروع يعتمد على شيئين أنه شي قطع بدون زخرفة وشي قطع بالزخرفة زخرفة طبعا يكون يدوية وبألوان خاصة يعني وبالفرشاه بس عادة يختلف أنه طين محلي وشي طين مستورة بس الطين الخام يعني بس كصناعة لازم تكون عمالية بالمقابل فاطمة الحديدية تمت بتطوير منتج الحنى كمنتج نباتي طبيعي تتعدد فوائده تمت برات اختراع في وزارة التقارة الحمد لله حصلت على قبول شكلي لصبغات الشعر الطبيعية ولزيت الشعر بالنسبة لصبغات الشعر طبعا مكوناتها مواد طبيعية وأعشاب فيه ناس يسألوني فيها حنى أي وفيها حنى بالنسبة بسيطة مش كمكون أساسي أو رئيسي في الصبغة المعرض على مدار ثلاثة أيام يسوق للمنتج العماني تنوع جودته وأسعاره المنافسة رغم ما يواجهه من تحديات إلا أنه يشهد إقبالا متزايدا من الضروري جدا أن ندعم شبابنا لأن المنتجات اللي عندهم ترقى إلى مستويات العليا يعني في ناس يقول لك لا أنه أشياء مبتدئين بالعكس هم يقدموا الأفضل دائما ونحن دورنا أيضا أنه نحن نقف مع بناتنا وأولادنا من يقومون بهذه الأعمال حتى تدعمهم ويساهم قطاع المعارض في تسويق هذه المنتجات الوطنية وتحفيز رواد الأعمال لتطوير قدراتهم وتعريف المستهلك بجودة المنتج العماني معرض سوق الساحل الشرقي من المبادرات الرامية لدعم المنتج العماني دعم يتطلب مزيدا من التسهيلات والتكاتف لتحقيق التنويع في الاقتصاد الوطني أحمد بن بارك الدرمكي مسقط